إلى نشرة ظاهرة ليومه الجمعة 11 نوانبير هذه أبرز العنوى قرار أمريكي تاريخ واشنطن تعلن اعترافها بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه واعتزامها فتح قنصرية في الدخل الإعلان جاء إثر اتصال هاتفي بين جلالة الملك والرئيس دونالد ترامب تناول أيضا القضايا الإقليمية والدولية قرار والولايات المتحدة الاعتراف بالسيادة التامة للمملكة على صحرائها تلقته بترحيب كبير ساكنة الأقليم الجنوبية وأساتد جامعيون يشددون على أنه ليس نتيجة لحظة بل ثمرة تطور علاقات وطيدة وحوار أمريكي مغربي متواصل وداعا صلح الدين الغماري الزميل صلح إلى دار البقاء ألفتموه طيلة سنوات يقدم النشرات رافقكم في يومياتي الحجر وترح بعفوية وصدق أسئلتكم عن كورونا رحيله خلف صدمة وخسارة كبيرة لأسرته وزملائه وللمغاربة في اليوم الدولي للجبال نسلط الضوء على ساكنة هذه المناطق الجغرافية الوعرة تغيرات المناخية تزيد من قصوة ظروف عيشهم وسط السنزاف للغطاء الغابوي وتراجع لمساحة الفلاح المعيشية الصورة من مرتفعات ميدلت أهلا بكم أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وللمرة الأولى في تاريخها اعترافها بالسيادة تامة والكاملة للمملكة المغربية على صحرائها الرئيس دونالد ترامب أصدر بخصوص ذلك مرسوما رئاسيا بما له من قوة قانونية وسياسية ثابثة وأتر فوري أعلن أو أعلن ذلك على إثر اتصال هاتفي أجراه جلالة الملك محمد نسادس مع الرئيس الأمريكي وقد أوضح بلاغ للدوان الملكي أن هذا القرار تمرة لمشاورات مكثفة حول الموضوع بين قائدي البلدين منذ سنوات عديدة وكأول تجديد لهذه الخطوة السيادية الهامة قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية لها بمدينة الدخلة تقوم بالأساس بمهم اقتصادية مباحثات قائدي البلدين شكلت أيضا مناسبة لتشاوري حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك رحمة الحنوي هو مرسوم رئاسي بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة وبأثره الفوري يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في تاريخها بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية هكذا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتراف بلاده بمغربية الصحراء قرار تاريخي أعلن عنه ترامب خلال محادثة هاتفية أجراها معه جلالة الملك محمد السادس وفيها عبر العاهل المغربي باسمه الشخصي وباسم الشعب المغربي عن أصدق عبارات الامتنان لولايات المتحدة الأمريكية على هذا الموقف التاريخي والدعم الصريح والمطلق لمغربية الصحراء مؤكدا أن الموقف يعزز الشركة الاستراتيجية القوية بين البلدين والارتقاء بها إلى تحالف حقيقي يشمل جميع المجالات جلالة الملك أكد أيضا أنه ورغم أن الفرصة لم تتح للقاء المباشر بين قائدين البلدين إلا أن تشاورة والتنصيق ظل مستمرا وخاصة بعد الزيارة التي قام بها مايا الماضي إلى المغرب المستشار الخاص جاريد كوشنر كانت حاسمة في مختلف القضايا بما فيها هذا الموضوع ومن خلال الاتصالات وتبادل الوفود وعدد من الزيارات غير المعلنة موقف بنى يضيف بلاغ الدوان الملكية جاء لتعزيز دينامية ترسيخ مغربية الصحراء التي أكدتها المواقف الداعمة لمجموعة من الدول الصديقة وكذا قرارات العديد من الدول بفتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية وإي الخطوة ذاتها التي اتخذتها أمس واشنطن بإعلان فتح قنصلية لها بمدينة الدخلة تقوم بالأساس بمهام اقتصادية من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بأقاليم الجنوب قائدان تباحث أيضا خلال هذا الاتصال الهاتفي حول الأوضاع الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط جلالة الملك ذكر بالمناسبة بالمواقف الثابتة والمتوازنة للمملكة المغربية من القضية الفلسطينية مشددا جلالته على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاثة المباحثات تطرقت أيضا إلى الجهود المبذولة من أجل حل الأزمة الخليجية في هذا الصدد واعتبارا للروابط الأخوية القوية التي تجمع جلالة الملك محمد السادس بإخوانه ملوك وأمراء دول الخليج العربية فقد عبر جلالته عن أمله في أن تفضي تطورات الإيجابية المسجلة إلى تحقيق المصالح الخليجية المنشودة مثمنا الدور الكبير الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في الخطوات الهامة التي تم تحقيقها من أجل طي هذا الخلاف والقضية الفلسطينية كانت أيضا حاضرة في مباحثات جلالة الملك والرئيس الأمريكي ومضمون هذه المباحثات أبلغ بها جلالته والرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي جاء ذلك اعتبارا للتقدير الذي يخص به جلالته والرئيس الفلسطيني وقد أكد جلالة الملك لمحمود عباس بأن موقف جلالته الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير وقد ورثه عن والده المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني جلالة الملك أكد على أن المغرب مع حل الدولتين وأن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع وبصفته رئيسا للجنة القدس فإن جلالة الملك ما فتأ يؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف كما شدد جلالة الملك على أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية وأن عمل المغرب من أجل ترصيخ مغربيتها لن يكون أبدا لا اليوم ولا في المستقبل على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة جلالته أضاف في الاتصال أيضا بأن المغرب سيوظف كل تدابير والاتصالات التي اتفق عليها جلالته مع الرئيس الأمريكي من أجل دعمه السلام بالمنطقة وبأن ذلك لن يمس بأي حال من الأحوال الاتزام الدائم والموصول بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة يتم للمملكة على صحرائها وافتتاح قنصلية في مدينة الداخل لتسهيل الاستثمارات الأمريكية في المنطقة هذا القرار تلقته ساكنة الأقاليم الجنوبية بترحيب كبير نتابع ردود الفعل من مدينة العيون في روبرتاج يوسف ويشو منعطف تاريخي كبير تعرفه قضية الصحراء المغربية بعد قرار اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية هذه الربوع قرار ترى في ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة إنصافا للمغربي في شرعيته التاريخية في بسط سيادته على الصحراء المغربية أخيرا وعد انتظار طويل دخلت الفرحة الحمد لله أمس لجميع بيوت المغاربة وساكنة الجنوب بالخصوص بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء هذا أكيد شرف لنا الاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية على ترابها في الأقاليم الصحرائية وهذا واعترف منذ زمن طريق التاريخ اعترفه منذ زمن طويل والحمد لله وهذا أعطيه واحد دينامية جديدة تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية على قوة ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي في إنهاء هذا الصراح المفتعل أمر ترى فيه الساكنة أيضا الحل الواقعي الذي يلقى الإجماع الكامل مقترح الحكم الذاتي هو مقترح صائب وهو الحل الواقعي الذي يصلح أننا كصحراويين نحن كصحراويين بغينا هذا المقترح الحكم الذاتي هو الذي يجمع شملنا جميعا وهو اللي لا ينتمو شابتين به هو ترحيب كبير بهذا القرار التاريخي لدولة عضو دائم بمجلس الأمن تأمل فيه الساكنة أن يكون إضافة جديدة لطي هذا المشكل المصطنع ولتسليط مزيد من الدوء على القرار الأمريكي يحضر معنا ضيفا في الأستوديو الأستاذ عبدالفتاح بالعمشي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القضي عياد بيمور راكوش ورئيس المركز المغربي لديبلوماسية المغربية سيد بالعمشي أهلا بك هي محطة تاريخية تعيشها القضية الوطنية اعتراف تاريخي من الولايات المتحدة بسيادة تامة للمغرب على صحرائه كان قرارا واضحا للبس فيه فوري المفعول لماذا هو بهذه الأهمية الكبيرة اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة على صحرائها بداية المرسوم الذي أصدره البيت الأبيض يوم أمس يعتبر موقفا تاريخيا لم يحصل بالنسبة للإدارة الأمريكية أن عبرت بوضوح عن موقف من قضية الصحراء المغربية كما حصلت بالأمس هناك أريد أن أشير إلى نقطة أساسية فيما يتعلق بهذا الموقف هو إقرار بشرعية ومشروعية طرحنا الوطن في حليات النزاع ولا أحبد كثيرا مصطلح الاعتراف لما يحمله من دلالات قانونية بحيث أنه لسنا أمام دولة جديدة أو شيء من هذا القبيل الولايات المتحدة الأمريكية كذلك هي لها صلة لسيقة بملف صحراء نعلم بأنه المندوبون الممثلون للأمم المتحدة في مجلس الأمن هم من يحضر دائما مسودة القرار التي تقدمه إلى مجلس الأمن أيضا دولة عظمى دولة عضو دائما في مجلس الأمن وبالتالي فأهمية هذا الموقف له ما بعده فيما يتعلق ليس فقط بقضية الصحراء ولكن كذلك بالعلاقات الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بالأبعاد الجيوستراتيجية في منطقة شمال إفريقيا قرار الولايات المتحدة أرفقته بخطوة ملموسة افتتاح قنصلية في مدينة الدغلة وهذه القنصلية مهمها اقتصادية وهذه الخطوة خطوة افتتاح القنصلية ليست معزولة ربما تدخل في دينامية في هذا الاتجاه دول عديدة أخرى كانت افتتحت تمطليات ديبلوماسية لها في مدن الأقاليم الجنوبية في الدخلة وفي العيون أقول بأنه منذ سنة 2016 حينما حضر جلالة الملك للقمة المغربية الخليجية وتحدث عن أبعاد جديدة وتحولات في السياسة الخارجية المغربية وإلى اليوم هناك مجهود كبير للديبلوماسية المغربية يترجم الآن بمسائل قانونية بأثر قانوني فيما يتعلق بالقنصلية العامة لـ 15 الدولة إفريقية ودولة الإمارات العربية المتحدة وهناك عود بافتتاح قنصلية عامة جديدة وبالتالي فهذا البعد القانوني بالإضافة إلى ترسيم الحدود البحرية للمغرب بالإضافة إلى موقعات القرقارات الشهيرة التي فرض المغرب فيها النظام في هذه المنطقة وسيادته الكاملة على ترابه تتوج اليوم بهذا القرار الأمريكي الذي يدخل ضمن أبعاد قانونية لاتفاقية العلاقات القنصلية سنة 1963 والتي تتحدث في المادة الرابعة على أن العمل القنصلي ليس فقط عمل إداري لتعامل مع رعاية الدولة في تلك المنطقة والدائرة القنصلية ولكنه يدخل في مهامه أيضا الأبعاد الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية كذلك أساد أبو المعشي مباحثات جلالة الملك محمد النسادس مع الرئيس الأمريكي أمس تناولت إلى جانب هذا الملف القضية الفلسطينية ذكر جلالة الملك بأن المغرب مفتئة يؤكد على أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية وعلى مكانة هذه القضية لدى المغاربة فهي بمتابة القضية الوطنية لكل المغاربة ملكا وشعبا بلغ الدول الملكي تحدث بوضوح عن إجراءات واتصالات بمعنى أننا أمام مستوى معين في ربط الاتصال وهناك مبررات كذلك طرحها بلغ الدول الملكي أن ملك المغرب له وضع خاص من ناحية التاريخية تجاه اليهود الذين كانوا في المغرب أولا وتجاه آلاف من الجاليات الموجودة اليوم في التراب الفلسطين المحتلة وبالتالي فحينما يتحدث بعض الإعلام الدولي خصوصا عن تطبيع فأعتقد بأن مستوى هذه الاتصالات والعلاقات لا يرقى إلى مصطلح تطبيع كذلك معبر عنه الموقف بعمل وسلوك ديبلوماسي راقي من جلالة الملك حينما اتصل بسيد أبو مازين ليخبره بالتطورات وكان ثابتا في موقفه تجاه القضية الأساسية التي تحتل الوجدان الشعبي لدى كل العرب المسلمين وعلى رأس المغاربة الذين قدموا الكثير لهذه القضية العادلة ولا زالوا إلى اليوم أستاذ عبد الفتاح بالمعيشي أستاذ العلاقات الدولية بجماعة القضية عياد بيمور راكوش ورئيس المركز المغربي لديبلوماسية المغربية شكرا جزيلا لك والأساتذة الجامعيون المتتبعون للملف يؤكدون إذن على أن الخطوة الأمريكية ليست وليدة لحظة بل نتاج لتطور علاقات وطيضة ونتاج لحوار أمريكي مغربي منذ أكثر من سنتين وليدينامية ديبلوماسية مغربية حركت إلى الأمام ملف القضية الوطنية خبر العلاقات الدولية منذ عقود الأستاذ تاجدين الحسيني ينظر بعين الرضا للاعتراف الأمريكي على صحرائه هو أكبر من تويت أو إعلان كما يروج الخصوم إنه قانون سيادي لا يتغير بتغير الإدارة الأمريكية قرار اكتسي صبغة الاستمرارية حتى مع الإدارة الجديدة للديمقراطيين إدارة الرئيس بايدن خاصة وأن هذا الأخير سبق له أن زار المغرب منذ حوالي خمس سنوات وشارك في مؤتمر مهم في مراكش للأعمال وكان من بين تصريحات التي أدلى بها في خطابه آنذاك إشارته الواضحة إلى أنه يعطي اعتبارا خاصا للمغرب في قلبه وفي قلوب الأمريكيين في قراءة للاعتراف المحللون المغاربة يؤكدون أن في الأمر استمرارية للعلاقات المتينة بين البلدين اعتراف مرتبط بالتطورات التي عرفها ملف الصحراء سواء داخل الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو على الأرض بتأمين المغرب لمعبار القرقرات فاعل أساسي في السياسة الدولية وكذلك هي عضو دائم بمجلس الأمن وبالتالي نحن أمام اعتراف له قوة قانونية كبيرة جدا وقوة سياسية كبيرة جدا وكذلك يرسم الطريق فأكيد بأن هناك دول أخرى ستحدو هذا الحدو فهذا الاعتراف أتى كذلك بعد ما عرفته القرقرات وبالتالي هناك فقدان لمصداقية الطرف الآخر التدخل كان وفيا للعهد الدولي لحقوق الإنسان وكذلك كان وفيا لمجموعة الآليات المواكبة للشرعية الدولية خاصة أن هذا التدخل لم يمس ولو شخصا واحدا من ميليشيات البوليزاريو وكذلك احترم فيه المغرب مجموعة من الآليات المؤطرة لهذا التدخل والتي يتضمنها الفصل السابع من ميليشيات الأمم المتحدة وتعد المملكة أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية كان ذلك سنة سبب كان وعدا بلقاء آخر قادم لكنه تحول إلى وداع عبارة نهاية النشرة إلى اللقاء رحل صاحبه الزميل الصحفي مقدم الأخبار سلح الدين الغماري رحل في غفلة منا إلى دار البقاء ما ساره الستثنائي ألفه والمغاربة من خلال إطلالاته عبر نشرات القناة الثانية لسنوات طويلة واتدى علاقته أكثر بالمشاهد بل بالمواطن المغربي ليصبح بمثابة فرد من كل أسرة يخشى على سلامة أبناء وطنه من الوباء من خلال برنامجه أسئلة كورونا خاطب فيه المشاهدة بصدق وعفوية وكان يعد لبرنامج آخر في نفس النهج يطرح أسئلة المواطن لكن الوقت لم يصعفه للأسف ناديا اليوبي لنبدأ الحكاية من حيث انتهت الرحلة مرحبا بنا عندكم في هذا العدد الأول من برنامجكم أسئلة كورونا سلب الأنظار مرة أخرى عندما جعل من محبة الناس إليه قوة تجعله مؤثرا في مشاهدي القناة الثانية من تابع برنامجه أسئلة كورونا ليجعل من الجائحة قضية وطن والكل مجند لحماية مكوناته من الوباء العين صلاح الدين الغماري دخل البيوت واقتحم قلوب الناس واستقر بين شرائينها حتى باتت كلماته ونصائحه باحترام التدابير الاحترازية مرجعا لكل مغرب طرارية والأسئلة ديالكم كيف ما بغي يكونوا عن طاعة بعتونا بهذه الأسئلة ديالكم عبر المنصات اللي كتشوفها الآن مبينة أمامكم لم يكتفي صلاح بالبقاء بين جنبات بلاتو القناة الثانية بل خرج إلى الشارع ليسمع صوته للناس مباشرة فالحمل ثقيل والأمانة أكبر فالحمل ثقيل والأمانة أمامكم بل خرج إلى الله وحسب إلى الله وحسب إلى الله صلاح ديل غوماري كان أماماً 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 وهو حدث معه كثيراً عندما أصدقائه وهو قتسارة قد يوجد أن أحدثت أحدثت كل شيء أحدثت كل شيء من وضع الله وحسب يتخطف في صلاح ديل غوماري حين أحدثت كل شيء هو صلاح ديل غوماري اللي رفقناه في البداية ديالو وكان من أعزل أقرباء وعزل أصدقاء فهذه المناسبة الأليمة وكانت منه منطلب الله العلي القدير المغفرة والرحمة له ولدويه الصبر وإن الله وإن الله راجعون صلاح الدين الغمري ترك بصمة قوية في نفوس المشاهدين فمنذ التحاقه بالقناة الثانية سنة 2000 جعل الرسالة الإعلامية همه الكبير نقل بالصوت والصور أوجاع الوطن وأفراحه وكان في الموعد لم يخلفه أبدا ولم يحل دونه حائل حتى ولو كان زيزال الحسيمة مقدم لنشرة الأخبار ومحاور بارع أكسبه حسن البيان ثقة المشاهدين وأكسبته فصاحة اللسان محبة ضيوف نشرته فكان ضيف الأحد الموعد الذي يميط لثامع شخص حصه رقيق وإعلامي يأخذك دون مشعور إلى عوالمه الجميلة تصل حد أسرك داخلها والمسائية لهذا اليوم تقدمها لكم زهر أيتحل نهاية النشرة إلى اللقاء نهاية النشرة الوداع صلاح إنها اللحظة التي انطوت وتوتنا جميعا وألقت بنا جميعا في حزن عميق ففي لحظة من ظهول تام تتوقف لغة الكلام فالمعاني البكر التي لم تنحث لها ألفاظ بعد هي التي سترثيك فإلى دار البقاء رحلت ومن دار الفناء نستودعك الله الذي لا تضيع ودائحه ونتابع في هذه الصور اللحظة خروج لحظة خروج ستمانية الفقيد صلاح الدين الغماري من مستودعي الأموات بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية في اتجاه مدينة مقناس مسقط رأسه حيث سيوارى الثرى وقع الصدمة كان شديدا على أسرة صلاح أسرته هنا في القناة الثانية باسم زمالة جميعهم تعزين الحارة لأسرة صلاح الدين الغماري لوالدته لابنه ولكل المغاربة إن لله وإن إليه يراجعون ووباء كورونا يواصل توسيع رقعة انتشار ودعا صلاح الدين الغماري أتتهده العبارة كصف على قلوب المغاربة لم تصدق في البداية وكان خبر تمنى الكثيرون لو أنه مجرد إشعاء لكنه يقين توفي الصحف الذي احتل قلوب المواطنين المغاربة أطفالا وشبابا وأمهات وأباء عن عمر ينهاز الخمسين سنة توفي قبل أن يديع خبر نهاية جائحة كوفي 19 كما قال يوما حتى أنا بغي نقول لكم يوما ما صافي سالينا نهد كورونا وكأنه ذهب ليترك لنا الرسالة صريمة احترموا التذابي الاحترازية خلال احتدوز الجائحة كانت عبارة أشهر التي قالها الصحفي الراحل صلاح الدين الغماري وردد عنه المواطنون كتر من مرة في أحالك مواقف فترة الحجر الصحي المنزلي كان يرسل الأمل في عمق لحظة الألم عبر برنامجه اليومي على قناة ثانية أسئلة كورونا ورحل قبل أن يبيث برنامجه الجديد صوتك الذي احتكف قبل أيام ليضع عليه اللمسات الأخيرة شكرا هذا كل ما في الموضوع في قناة الخامسة تيفي ونرجو منكم الضغط على الزل الإعجاب والاشتراك لكي يصلكم كل جديد إن شاء الله شكرا شكرا